نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من غزة السيد يحيى محارب المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سيد يحيى دعنا نبدأ بالجديد حول هذا الموضوع وما يتعلق باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة احتجاز جثمين الشهداء الفلسطينيين وهذا يتكرر أيضا في مسيرات العودة المستمرة على حدود غزة الشرقية كيف تتابعون هذا الأمر؟ انهار سعيد عليك وعلى جميع المشاهدين بداية مركز الميزان كمؤسسة حقوق إنسان تتابع ملفات احتجاز جثمين الشهداء خلال مسيرات العودة بكل مؤتية من قوة قانونية نحن نتابع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوصول لأقرب نقطة من الأعدالة لتلك الملفات ما هو الجديد؟ الجديد أن هناك ردود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء على قرار الكبينة الإسرائيلي أو المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي الذي اتخذ فيه قرار في 1.1.2017 على أساسه يتم احتجاز جثمين الشهداء بسبب ارتباط الشهيد بحركة حماس أو أنه قريب من حركة حماس أو لسبب أنه قام بعملية نوعية تم استلام ردين خلال الشهر الحالي كالتالي الردود كانت أنه سيتم احتجاز الشهيد الفلاني بسبب ارتباطها وأنه عنصر في حركة حماس والرد الآخر كان كالتالي وهو رد تم استلامه يوم الخميس 16 أغسطس 2018 كان الرد كالتالي أنه سيتم احتجاز جثمان الشهيد فلان الفلاني بسبب عملية التفاوض والتساوم مع حركة حماس حول احتجاز أو بالدعاء احتجاز حركة حماس لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال دائما إذن سيد يحيانا نتحدث عن عملية اعتقال لجثمان الشهيد إذا ثابت كما تقول ارتباطه بالمقاومة الفلسطينية أو بحركة فلسطينية طيب لو تحدثنا بتفاصيل اكثر عن عملية المطالبة يعني هذه العملية كيف تبدأ وما هي المراحل التي تمر بها حتى يعني تصلوا إلى مرحلة الرد وما الذي يتلو أو يأتي بعد الرد إذا ما جاء كما في الحالتين التي تحدثت عنهما كمحامي المركز الميزان لحقوق الإنسان قمنا بالخطوات القانونية اللازمة التي هي كالتالي توجهنا بطلبات قانونية للمدعي العام العسكري الإسرائيلي باسترداد ثمان شهداء متابعين من قبل مركز الميزان لحقوق الإنسان تلك الطلبات لوحقت بردود إسرائيلية أن الأمر تم تحويله للجهة المعنية للفحص ولاحقا تم الرد على ملفين كما ذكرت في الجزء الأول من اللقاء على ملفين أنهم مرتبطين هناك ست ملفات لم يتم الرد عليها حتى وإن نظرنا إلى ردود أو طبيعة ردود أو طبيعة الردود الإسرائيلية على تلك الملفات ننظر إلى طبيعة الرد ارتباطه بحركة حماس أو بناء على أنه مرتبط بعملية نوعية لو نظرنا للثماني ملفات التي يتبعها محمو مركز الميزان ننظر أن لا قانونية بالمطلق لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاج الجثامين لأن إسرائيل في ذلك تخالف القانون الدولي الإنساني كطرف سامي في اتفاقيات جنيف الأربع وبالأخص الاتفاقيات الراجعة الأهم سيد يحياني هل يتوقف جهدكم عند نقطة أو عند المرحلة تتلقون فيها ردودا من دولة الاحتلال الإسرائيل أم أن هناك استئناف لهذا الأمر تماما أصبت في الطرح هناك استمرار قانوني استمرار العمل القانوني على تلك الملفات وبالأخص الملفات التي نكون في قناعة قانونية كاملة أنها تستحق المتابعة ما ورد في تقريركم بخصوص طفل يوسف جاسر أبو جزر هو من الملفات التي من الممكن هناك تصور قانوني لدى محامين مركز الميزان في التوجه الالتماس للمحكمة العليا وفي الأساس المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في كثير من الالتماسات التي لها علاقة باحتجاز الجثامين وبالأخص جثامين الشهداء في القدس وفي الضفة الغربية وهناك قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية سابق وقريب يقول أنه لا قانونية ولا مسوّق قانوني ولكن في نفس القرار أمهلت النيابة العسكرية الإسرائيلية والنيابة الإسرائيلية بشكل عام مدة ستة أشهر لوجود قانون إسرائيلي وشرع أليف احتجاز سيدا يحياني سؤال أخير نستثمر الوقت المتبقي لدي ما يتعلق بالملفات القديمة والشهداء المحتجزين في ما يسمى بمقابر الأرقام كيف تتحركون إذا هذه الملفات وهل تتوجهون إلى منظمات دولية أو هيئات أخرى غير المحاكمة الإسرائيلية مجبرين للتوجه لمؤسسات إقليمية ودولية لنتشارك معها الهم الفلسطيني الأكبر فيما يتعلق بإحتجاز جثامين الشهداء لأن هذا واجب علينا وهناك مخالفة للقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ولأن إسرائيل طرف سامي في اتفاقيات جينيف الأربعة هناك خطوات قانونية فعلية هناك التماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالشراكة مع مؤسسات داخل أراضي الثمانية واربعين وفي الضفة الغربية فيما يتعلق بشهداء الأرقام وكل إنسان محتجز جثته لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتظار قرار نهائي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتعلق بالأمر نعم شكرا من انضمامك إلينا سيد يحيام حارب المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان كنت معنا من غزة اشتركوا في القناة